أكدت الحكومة اليابانية أن الصين لما تبلغ توكيو مسبقاً بالتجربة التي أجرتها على صاروخ باليستي عابر للقارات في المحيط الهدئ وكانت وزارة الدفاع الصينية أفادت بلدول المعنية بهذه التجربة أي التي تقع ضمن أو قرب مسار الصاروخ تم إبلاغها مسبقاً في لحظة حاسمة أطلقت الصين تجربة صاروخية نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات مزود برأس حربي وهمية في عرض المحيط الهدي وبينما تعلن وزارة الدفاع الصينية أن هذه التجربة جزء من برنامج تدريبي روتيني يرى الخبراء أنه لا يمكن تجاهل الإشارات القوية التي تبعص بها فقد جاء الإطلاق في وقت تتصاعد فيه النزاعات في بحر الصين الجنوبي حيث تتحدى بكين السيادة الإقليمية لدول الجوار وتبقى تايوان الجزيرة المتنازع عليها تحت نظرها كجزء لا يتجزأ من أراضيها تجربة الصاروخ خارج المجال الجوي الصيني تعد سابقة نادرة وتسير تساؤلات حول نوايا بكين الحقيقية حيث يرى المحللون في تلك الخطوة دليلاً على تحديث جاد للقدرات النووية الصينية في وقت يقدر فيه أن الصين قد تمتلك أكثر من ألف رأس نووية بحلول عام 2030 في المقابل تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة مرسلة سفناً حربية إلى بحر الصين الجنوبي مدفوعة بتعزيز تحالفاتها ومواجهة الطموحات الصينية فالعلاقات الصينية الأمريكية التي تزداد توتراً تتاجه نحو الهاوية خاصة مع تأكيد بكين على أنها لن تتوانى عن استخدام القوة لاستعادة تايوان إذا لازم الأمر في هذا السياق تمثل تجربة الصاروخ الباليستي علامة فارقة في استراتيجية بكين العسكرية وتذكيراً صارخاً للعالم بقدرتها على التأثير على موازين القوة في المحيط الهادي ومع استمرار التوترات يبقى السؤال الأهم إلى أين ستقود هذه ديناميكيات الجديدة في منطقة المحيط الهادي التي شهدت في العقود الأخيرة تحولات جذرية قد تجعلها متأهبة لاستقبال أي طارق قد يغير من ملامحها